دعوني أبدأ مع حضراتكو بالبداية. أنا دايماً لما أحب أتكلم وبفتح مواضيع مهمة خاصة بكرة القدم أو مستقبل كرة القدم في مصر. البعض بيأخذ هذا الكلام في اتجاهاته. لا تفرقش معي الحاجات دي خالص. لكن أنا اللي بيفرق معي يعني إيه قانون اللعبة المالي نظيف. أبدأ مع حضرتك يا أستاذ جماعي. وهل يمكن تطبيقه في مصر. بمعنى هل إحنا اللي أنا عارفه أنه سوف يتم تطبيق هذا الأمر خلال فترة وجيزة. شوفا كابتن. أولاً الإعلام دوره أنه يفتح مثل هذه القضايا. لأن الحقيقة برضو إحنا اتأخرنا كتير في مشاكل وإخناقات جانبية. يعني بعيدة عن صلب الموضوع اللي هو كرة القدم. وكيفية تطورها. فبعدنا جداً. لما نيجي نتكلم في قضية جادة. المفوض ناس تبقى مبسوطة يعني. مش تزعل من حاجة يعني. لأنه أنت بتتكلم فيه تطوير كرة القدم المصري. لا وحيحسن حيحسن. يعني أنت طرحت موضوع القانون اللعب المالي النظيف. وقضية رخص المدربين البرو. دي أقول لها أيوة. لا لما. أحمد فوزي بيقول لي من 2016-2017 لغاية اللحظة دي. واتحاد الكرة القدم بيقول. هو بيقول كده. ألزم الناس اللي تبقى قعدة على الدكة. النهار عندها سي. كمساعد مدرب أو مساعد تاني. ثم البيل المساعد الأول. ثم ده عمره ما يتم. أين هم أخذ ده البرو. أه أه بس هيحصل إزاي. وهم أساساً مش موضوع. لا ده عمره ما يتم. أصبح لثمان سنين في مصر. بوسا كابتن ده عمره ما يتم غير بحاجة أساسية جدا. الاتحاد المصري لكرة القدم. أين كان من الأعضاء. وأين كان من الرئيس. هو اللي بيتبنى أو هو دي مسئوليته. إنه هو يخلي ده جزء من أسلوب العمل. أو طريقة العمل. لأنه ما ينفعش إن أنت تسمح بالنزول المدربين. أو تولي مدربين المهمة بدون رخصة. طيب. هل هو يقدر دلوقتي أنه يوقف مدربين. ما يقدرش. لأنه مش هو العمل. ما يقدرش. لكن يقدر يحط فيه شروط اللعبة. شروط المسابقة. إن المدرب يجب أن يكون مستوفي الشروط. ما ينفعش إنه ي... هو مستوفي الشروط. هو بيقول لي. أحمد فوزي مثلا. الفقرة السابقة. بيقول لي إنه كان معاه. إنه يأخذ الرخصة سي من سبعة ألفين وستاشا. مين اللي دافع هو؟ أحمد فوزي. أحمد فوزي. أحمد فوزي. ولغاية النهاردة ما تعملتش من أيام. طيب. وده غلط. غلط مين؟ غلط اتحاد الكرة. كيف يمكن أن يلزم اتحاد كرة القدم؟ المدربين أو المدرين الفنيين. أو المدربين المساعدين. أو المدربين الحراس. وهو اللي حارم الناس. لابد من إلزام بقى اتحاد الكرة نفسه إنه هو يطبق القواعد اللي هو عايز يطبقها دي. يعني زي ما كابتن بيقول كابتن فوزي. إنه هو دافع وعمل كل إجراءاته. إنه هو يحصل على الرخصة. مين اللي مانع إنه هو ياخد الرخصة؟ الاتحاد. لا لابد أن يكون هناك. ده اللي احنا نتكلم عليه. اتحاد الكرة مش دوره فقط. إنه هو يتعاقد مع مدير فني المنتخب. ومدير فني المنتخب الأولمبي. ويطلع المدير الفني المنتخب. بتصريح عجيب الشكل. أنت جايب ويقعد لغاية 2026. يطلع يقول لك أنا لا قاعد موعدش موعدكش. هسميه فيتوريا موعدكش بقى بأنه هو. بس عام دوحق برضه يا ريس. هنرجع في الكلام ده. لا ياخد كاس أمم أفريقية ولا يصعد إلى كاس العالم. طب مال أنا عامل مشروع ليه؟ طب ما أنا أخلي. طب دي قصة تانية أنا أتكلم فيها. لقد نباتي المثال على كيفية التفكير. طريقة التفكير. أنت بتعمل نظام لكرة القدم المصرية. هذا النظام له قواعد. اللعب المالي النظيف. مش اختراع. أو أصبح في هذا التوقيت ضرورة ملحة. ويجب عشان يبقى عندك رخصة. للمشاركة في البطولات الأفريقية مثلا. وبطولات العالم والكلام ده كله. لازم يكون عندك هذا القانون مطبق. عشان تمنع التحايل بقى على المسائل والميزانيات. والدنيا مش هتستمر بهذا الشكل. ترجمة نانسي قنقر. ترجمة نانسي قنقر.